لا يكتمل أي حمام من دون واحدة منها وكل الأهل سيقولون لكم ما من مراهق يستطيع العيش من دون واحدة منها أيتها المرأة المعلقة على الحائط أخبريني كيف يصنعونك هذا ما سيريكم إياه البرنامج الآن ولكن أولاً نكتشف تاريخ المرايا كانت أولى المرايا عبارة عن قطع متعردة من معدن مسقول جيداً مثل النحاس الأصفر أو البرونز وقد ذكرت في بعض الكتب المقدسة في القرن الرابع عشر اخترع أبناء البندقية مرايا زجاجية غير مسقولة كانت تعكس خلفية معدنية لكنهم أتقنوا فيما بعد هذه التقنية مستخدمين من إجرام من القصدير والزئبق في النهاية انتشر سر المرايا إلى مدن أخرى في عام 881 طور كيميائيون ألماني المرايا ذات الخلفية الفضية التي نعرفها اليوم تبدأ المرآة من زجاج شفاف هناك ترش مرشات خاصة الزجاج بالماء وأكسيد الثريوم وهو مسحوق مشتق من التراب وتقوم فرشات ضوارة بفرك السطوح من الأعلى والأسفل وسقلها مزيلة الزيوت والملوثات الأخرى وتستغرق عملية الغسيل هذه نحو دقيقة لكل لوح بعد ذلك تغسل المرشات الزجاج بمياه ساخنة أزيلت منها المعادن لأن المعادن في مياه الصنبور تؤذي المعادن التي ستضاف فيما بعد إلى الزجاج المعادن الأول هو القصدير المتحلل الذي يستخدم لصنع ذهر المرآة كما يسمح للمعادن الثاني الذي هو الفضة بالالتصاق ترجمة نانسي قنقر